خلينا نروح للأخبار اللي عندنا النهاردة عندنا أخبار كتيرة جدا ولكن خلينا نبدأ بالبرتغالي روي فيتوريا البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني بيعقد مؤتمرا صحفيا يوم السابت ان شاء الله ساعة اثنين ظهرا بمقر اتحاد كرة القدم للإعلان عن تفاصيل معسكر مبارتي ملاوي المقرر لهم يوم 24 و28 مارس الجاري في الجولة الثالثة والربعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 ان شاء الله هذه البطولة ستقام بسحل العج يتحدث ايضا روي فيتوريا عن قائمة اللاعبين المختارة لمبارتي ملاوي والتي سيتم الاعلان عنها صباح يوم 18 مارس الجاري من اللاعبين اللي هتروح من النادي الاهلي للمنتخب اعتقد انه هياخد جزء يعني ما تيجي تتكلم عن حراسة المرمى تتكلم عن محمد الشناوي لما تيجي تتكلم عن خط الدفاع تتكلم عن محمد عبد المنعم ممكن يكون متواجد او ممكن تتكلم عن ياسر ابراهيم ايضا اعتقد في وسط الملعب حمد فتحي عمر السلية ممكن يبقى ليه دور مروان عطية هل ممكن يكون له دور خلال الفترة اللي جاية مع روي فيتوريا ايضا حسين الشحات ممكن يكون له دور كهرباء اه ولا لا مش عارف لكن لو جدت بص كده هتلاقي ان معظم اللاعب الحمد لله وشكر لله باستثناء الاسبوعين اللي فاتوا دول لكن قبل كده الامور جيدة جدا 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 فممكن تجد عدد مش اقل من خمسة ستة موجودين مع المنتخب الوطني الاول ان شاء الله مع روي فيتوريا في التجمع القادم